بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف اه شرح وحل لكتاب المعاصر للصف الثالث الاعداد المنهج الجديد ترم اول عشرين اتنين وعشرين وهنبدأ مع بعض من التمرين في صفحة اتنين وعشرين سؤال الاول بيقول لقصر has a lot of interesting space one of them is كارنك تمبل لقصر فيها يطرى مومنس ولا مونيومنس ولا ديكشنرز ولا كورنرز طبعا خدنا في النص يبقى كلمة مونيومنس اللي هي الاصار مومنز معناها لحظات ديكشنرز اللي هي قوميس وكورنرز اللي هي ركن او نصي احمد is a space student this means ده معناه ان he is calm and quiet خدنا طبعا في النص معناه calm وquiet يبقى هنا هنحط كلمة peaceful كلمة كورلس معناها مهمل helpful معناها متعاون ممكن يكون متعاون بس مش calm وnoisy بمعنى مزعج you can see a lot of beautiful fish in there ممكن نشوف الاسماك الجميلة في museum ولا bank ولا library ولا aquarium طبعا يبقى كلمة aquarium اللي هو متحف الاسماك او الاحياء المائي library لقنا مكتبة bank اللي هو bank وmuseum اللي هو المتحف if you want to see trees اللي عايزين نشوف الاشجار and other interesting plants ونباتات اخرى you can go to space gardens خدنا على بعضها botanical ولا electrical ولا sports ولا balanced لا يبقى خدناها botanical gardens اللي هو الحضائق النباتين my uncle is very good at sports space at hand pole يبقى hardly ولا just ولا especially ولا only معنى الجملة النوع كويس في كل الاعاب الرياضية وخصوصا خدنا خصوصا هنا يبقى كلمة especially للاجابة رقم c كلمة hardly معناها بالكاد just معناها للتوقع او حالا وقون لي معناها فقط there was a lot of space on the roads على الطريق this morning so mister احمد was late for work عشان كده كان متاخر يا طرق care ولا peace ولا traffic ولا juice طبعا يبقى كلمة traffic يعني حركة المرور وقلنا طبعا انتو عمل معاملة المفرد جوس عصير peace سلام وcare ليه اهتمام او رعي this machine does it او does many things يعني الالة دي بتعمل حاجات كتيرة it is very يا طرق peaceful ولا useful ولا careful ولا helpless لا يبقى كلمة useful بمعنى مفيدة peaceful معنى عقار المهادئ careful حريص وهلبلس يعني عديم الفائد my city has lots of space monuments i like them very much طالما قال لي like يحب الشيء يبقى الشيء دو interested ولا silly ولا interesting ولا ugly لا يبقى هنا كلمة interesting معنى ممتع او شيق او مسير i can space two books from the public library in my area كلمة public library للمكتبة العامة يبقى lend ولا give ولا borrow ولا leave يبقى هنا كلمة borrow يستعير او يستلف leave يغادر give يعطي ولندي يسلف we have four space north south east and west طبعا دولة زي ما قلنا يطلعوا اتجاهات يبقى secrets ولا seasons ولا directions ولا dictionaries لا يبقى هنا كلمة directions secrets معنى اسرار seasons الى فصول او مواسم dictionaries i am interested in animals so i love going to the natural space museum خدناها طبعا على بعضها وهنا طبعا بتكلم على animal يبقى هنحط كلمة science museum geography اللي هو geografia و mass اللي رياضة وهيستري اللي هو التاريخ lake تمساح خدنا في النص اللي بحيرة التمساح is a beautiful lake space around it with ولا of ولا from ولا to لا خدنا على بعضها كلمة with وقلنا هنا في الشرح ان كلمة with معناها له يعني معناها have او has هنا طبعا بحيرة مفردة يبقى ممكن نقول has يعني ممكن نقول a beautiful lake that a which has around it الجملة تلاتاشر رحمة has read لتصريف تالت من كلمة read يقرأ هاز هنا بجيب بعدها تصريف تالت space twelve short stories round ولا around ولا rounded ولا pound طبعا يبقى هنا نحط كلمة around في النص هنا خدنا كلمة around بتيجي بمعنى حولة او بتيجي بمعنى حوالي او تقريبا ها سامح حد شاطر بيقول ممكن نحط هنا مكانها كلمة صح about نكتبها فوق اي بقى about او around خدنا طبعا الفعل go من ضمن الافعال اللي بجيب او بجيبها قبل الالعاب الرياضية المنتهية b ing بس بشرط طبعا مكونش لعبة عنيفة برضو خدنا تعبير على بعضه قلنا كلمة runs through ليمر من خلال او يجري عبرا adam space to his work late yesterday معنى الجملة وصل متأخر وصل ممكن اقول arrived ممكن اقول كلمة got ممكن اقول كلمة reached ولكن هنا مفتاح الجملة كلمة ايه كلمة to مع كلمة to يبقى هنحط كلمة got to معناها وصل الى نروح بعد كده لتمرين بصفحة اربعة وعشرين بقول زى word peaceful كلمة peaceful can be replaced by يعني ممكن نشيل peaceful ونحط مكانها يطرى ugly and dirty ولا calm and quiet ولا quiet and dirty ولا ugly and calm اولا احنا عرفنا ان peaceful لها معنيين او بتسوي كلمتين كلمة calm وكلمة quiet يبقى هنا هنختار الاجابة رقم b calm and quiet طبعا اغلي هنا قبيح ما تمشيش مع calm هنا كلمة quiet و dirty برضو ممشيش مع بعض وهنا كلمة ugly و dirty طبعا اغلي قبيح و dirty معناها قازر او متسخ there are attractive buildings interesting monuments اصهر شيقة and lots of gardens the word attractive كلمة attractive means يطرى هنا معنى attractive قلنا attractive يعني جزاب يطرى not good ولا dirty ولا beautiful ولا ugly لا يبقى هنا كلمة beautiful اللي هي جميل the word space can be the opposite كلمة opposite يعني عكس of boring عايز عكس كلمة boring يطرى near ولا interested ولا excited ولا interesting لا خلاص يبقى هنا كلمة interesting ليشيق او ممتع you can make an adjective يعني ممكن نكون صفة from the verb use من الفعل use by adding اه احنا خدنا كلمة بتقول useful تمام يبقى هنختار المقطع if you l يبقى لو زودنا هنا if you l للكلمة ديت يبقى useful بمعنى مفيد we can form the word peaceful from the noun يعني كلمة peaceful ديت اللي امن او سلمي او هادئ جاية من كلمة ايه او من الاسم ايه يطرى pace ولا peace ولا back ولا كلمة pass لا يبقى كلمة peace اللي هي السلام يعني من نفس الكلمة تقريبا ده المقصود بالسؤال يعني to give the opposite كلمة opposite اللي هي عكس of the word natural كلمة natural اللي هي طبيعي we add the prefix اللي اول نعرف ان كلمة prefix مقطع يضاف في اول الكلمة وفي الغالب بيعطي العكس يبقى عشان احول الكلمة ديت لعكس natural عكس natural يبقى هنحط هنا un اللي هي un يبقى اسمها unnatural اللي هي غير طبيعي نروح لتمارين الجرامر بداية من صفحة اه 27 27 كنا طبعا نقشنا في الجرامر في الوحدة ديت اللي هي حروف الجر الخاصة بالمكان زي كلمة اه on in front of on the corner وحروف جر الوقت زي كلمة ات قبل الساعات وان قبل الايام وهكزا صالة البول the shopping center اللي هو مركز التسوق is space the train station يطرى straight ولا corner ولا opposite ولا نكست طبعا يبقى هنا نحط كلمة opposite اللي هي مقابل او امام زي سيطرى المسرح is space the aquarium and the museum طبعا جاب لي هنا مكانين اتنين يبقى هنا نحط كلمة between يعني بينة I get up space nine o'clock every day طبعا هنا nine o'clock يبقى قلنا قبل الساعات بنجيب حرف الجراءات I often play games with my cousins space the afternoon خدنا فترات النهار يبقى معها كلمة in على طول saturdays I like to stay at home ايام الاسبوع انها هنجيب مع حرف الجر on نروح لتمارين صفحة 28 السؤال الاول بيقول the museum is space the corner opposite the hospital طبعا خدنا تعبير على بعض ويبقى اسمها on the corner I always go to the park space saturday mornings طبعا هنا عندي كلمة saturday يبقى هنجيب كلمة on على طول space lunch time I visit my cousins سؤال جميل كلمة lunch time يعني وقت الغداء يبقى هنا بنحط معها كلمة at يبقى at lunch time معناها في وقت الجملة رقم اربعة the sport center اللي هو المركز الرياضي is space the aquarium and the hospital طالما جاب المكانين خلاص يبقى هنقول كلمة between يعني بينا she usually gets up space half past eight طبعا هنا قبل الساعة بنجيب at على طول Lucy was standing space the right of the picture طبعا كلمة the right اللي يليمين او عكسها كلمة the left يبقى بنقول on يبقى on the right from the station من المحطة go straight space for about ten meters طبعا خدنا تعبير على بعضه go straight on بمعنى امشي طوالي او مستقيم I did the cross word space five minutes طبعا هنا بيتكلم معناها في خلال في خلال هنا يبقى هنحط كلمة in five minutes they like to visit luxor space winter طبعا قلنا فصول السنة قبلها حرف الجر in على طول نروح لسؤال complete او التصحيح سؤال اللي بقول فادي جوز shopping space on the afternoon خلاص حفظنا يبقى هنحط كلمة in على طول اللي بعدها write what you do in the weekend مع كلمة weekend بنجيب كلمة at the library is opposite to the bank جاب لكلمة two لا يبقى هنحط كلمة next to اللي بعدها at saturdays I get up at seven a.m. خلاص قلنا مع كلمة saturday يبقى نحط كلمة on على طول يبقى on saturdays they travel to دهب at holiday طبعا كلمة holiday يبقى هنقول كلمة on holiday يعني في الاجازة وممكن نقول for holiday من اجل الاجازة he is not here space the moment طبعا مع كلمة the moment بناخد كلمة at the moment نروح لجملة رقم سبعة my house is on the ومديني كلمة opposite of the street corner طبعا اللي هي ناصة الشارع هنا ممكن نحط اكتر من اجابة ممكن نقول on the right on the right of the street corner ممكن نقول on the left مفيش مشكلة البعدها farmers usually start working space dawn طبعا كلمة dawn اللي هي الفجر ما حرف الجر at يبقى at dawn close الملابس wear very different space at the 18th century طبعا في القرن الطمنتاشر يبقى هنا معها كلمة in جملة جميلة the bus arrives on ten minutes هنا معنا جملة في خلال يبقى هنحط كلمة in على طول نروح بعد كده للتمارين الخاصة بالدرس الاول والتاني للتدريب العام في صفحة اتنين وثلاثين نرجع لي السؤال الاول سؤال المحادثة وزي ما تعودنا دايما لازم تقرأ المحادثة كل لها الاول كاملة وبعد كده تبدأ تشوف اجابة كل سؤال بول حمزة is asking ali about the sport center خلاص عرفت بتكلمه عن ايه hello is the sport center near from here هل هو قريب hello فقال له it is a five minute walk يعني هتمشي المسافة خمس دقايق سؤال قال له yes walk along this road it is opposite the bank سألوا سؤال قال له i play tennis what about you طب وانت فرد علي swimming is a nice sport when do you go there بتروح امت فرد علي قال له great next monday i will be at the club so i can meet you there that will be great من خلال ريتنا للمحادثة نقدر نحدد بعض المعلومات اللي ممكن اكتبها كأجابة نرجع بقى للسؤال الاولين بيقول له is the sport center near from here يبقى هيقول له yes it is it is oh yes of course oh sure oh كلمة certainly طب قال له yes walk along this road يبقى هنا بيسأله هل ممكن تقول لي على الاتجاهات يبقى هنقول can you show me the directions directions اللي هي اللي تجاهات how can you tell me the direction how can you tell me how to go there طب قال له سؤال i play tennis what about you يبقى هنقول which sport do you play يا زرح بتلعب اي رياضة فبيقول له what about you طب انت من خلال ريتنا ليه المحادسة عرفنا حاجة محددة اللي هي كلمة swimming يبقى هيقول له i ممكن نقول بقى كلمة go swimming او practice كلمة practice معناها يمارس وده كلمة swimming طب when do you go there زر هنا مقصوب بها اللي هو sports center يعني بتروح امتى برضو اجابة محددة لو ما قاريتش المحادسة كلها مش هقدر اجبها اللي هي كلمة monday يبقى هنقول i go there on ونحط كلمة monday نروح لي سؤال الاختيارات we had a nice meal at this space last week factory ولا bank ولا restaurant ولا station خلاص يبقى كلمة restaurant طبعا البديل بتاعها كلمة cafe برضو صحيح station محطة bank اللي هو البانك و factory اللي هو المصنع my father often goes to his village because it is a space place يعني غالبا بيروح للقارية بتاعته عشان هي peaceful ولا pouring ولا noisy ولا bad لا يبقى هنا كلمة peaceful اللي هي بتسوي كلمة calm منطقة وحوالي من المية وحواليها الارض يبقى sea ولا river ولا lake ولا bond طبعا يبقى هنا كلمة lake اللي هي البحير طبعا bond في الغالب بركة مياه صغيرة يعني حاجة بسيطة نعم هنا كلمة lake يبقى large area منار is interested space watching english movies movies للأفلام يبقى interested خدنا معها كلمة in وقبعدها اسمها in g the cafe is on the corner space the botanical garden طبعا خدنا على بعضها on the corner of the there are lots of things to do here في حاجة ترى ممكن نعملها space at the week end slowly ولا quickly ولا suddenly ولا especially لا يبقى هنا كلمة especially معناها خصوصا أو خاصة you can see trees and other interesting plants نبات at a أو an على حسب كلمة اللي نختارها airport ولا aquarium ولا botanical garden ولا library لا يبقى اللي جاء برقم سي كلمة botanical garden the train leaves space seven tomorrow طبعا هنا بتكلم على seven الساعة سبعة يبقى نحط كلمة at my first day is space 17 zone طبعا قلنا قبل التواريخ هنا طبعا بتكلم على يوم 17 يبقى نحط كلمة on على طول خلاص سهلة بقى هنا معناها في خلال الخمس دايق حفظناها يبقى كلمة in five minutes شكل تاني للسؤال اللي هو complete بيقول يكمل بكلمة من الكلمات اللي موجودة فوق مدين اللي هو مطابق آمن أو هادئ نهاية الاسبوع وليك اللي هي البحير نروح للسؤال الاول بيقول i like اسمالية it is a space city يبقى اسمالية تمام يبقى نحط كلمة peaceful اللي هي مدينة سلمية أو هادئة there are lots of things to do there especially at there برضو خدناها تعبير على بعض ويبقى كلمة weak and on friday afternoon i often go to space تمساح خدناها طبعا على بعضها يبقى كلمة lake اللي هي بحيرة التمساح with my family it is a beautiful lake with space around it شطار يبقى كلمة peaches اللي هي شوط اللي بعدها i live on a small village in the south of egypt طبعا يبقى كلمة live in a small village اللي قوم اللي بعدها judi goes to the sports center space of the afternoon on saturdays طبعا يبقى هنا كلمة in the afternoon الوعداء i have tennis listens in nine am طبعا قبل الساعات يبقى نحط كلمة at the shopping center is opposite to the station خلاص حفظنا يبقى نكست عشان نوجود كلمة to سؤال اختيارات بيقول i live in ولا on a small village in the south of egypt يبقى in a small village نقوى usually visits here grandparents in ولا at the weekend يبقى كلمة at the weekend you can't hear any traffic here it is very noisy ولا peaceful لا يبقى نحط كلمة peaceful سؤال بول اسماعيلية is an interesting city يعني مدينة ممتعة او شيقة طبعا الاجابة على البراجراف موجودة في اخر الكتاب هنتكلم بقى عن الوصف بتاع الاسماعيلية والحاجات اللي هي موجودة فيها سواء كانت الشواطئ او كان اه قناة السويس او البحيرات وهكذا نروح بعد كده لتمرين الدرس التالت والرابع في الوحدة الاولى بداية من صفحة 4040 كلمة يعني الشيء المفضل بالنسبالي هل يطر اقول عليه بورينج ولا ميسي ولا كومفوتابل ولا هارد يبقى هنا طبعا هنحط كلمة كومفوتابل اللي هي مريح قلنا طبعا بورينج اللي هي ممل ميسي معناها فوضوي وهارد طبعا اللي هي صعب if you go to the space space today you will learn about the science of space طبعا يبقى كلمة street ولا exhibition ولا room ولا gallery طبعا يبقى space exhibition ان اللي هو معرض الفضاء كلمة gallery اللي هي معرض رسوم او كلام دوت room حجرة و street اللي هي شارع during the train journey we can see space crossing the nail وهي بتعبر النار كلمة فرز اللي هي المعديات ولا cities ولا boxes ولا floors لا يبقى كلمة فرز اللي هي المعديات space must book ticket يعني يحجز تذاكر before getting on the train قبل ما يركبوا القطارات يطرى babies ولا rabbits ولا passengers ولا plants يبقى طبعا كلمة passengers اللي هو الروكب lots of people in alexandria use that معظم او كثير من الناس بتستخدم ايه في اسكندرية to travel around the city مديني كلمة plane ولا tram ولا ground ولا ferry طبعا يبقى كلمة tram اللي هو tram the space is between two mountains خلنا في التعريفات حاجة ما بين جبلين lake ولا island ولا valley ولا boat لا يبقى valley اللي هو الوادي you can use the space to travel in a city sometimes it travels underground ممكن احيانا بتمشي تحت الارض نخبنا بقى ولا tram ولا taxi ولا metro طالما جاب لي هنا كلمة it travels underground underground يبقى هنا بنحط كلمة metro لان الترام بيكون في الشارع العادي ما بينزلش تحت الارض you can use space to find when a train or pass leaves pavement ولا diary ولا time table ولا platform لا يبقى هناك كلمة time table اللي هو جدول المواعيد عشان نقدر نعرف معاد القطارات بتكون امتى او بتغادر امتى pavement قلنا اللي هو راسي في الشارع كلمة diary اللي هو مفكرة يومية خاصة بشخص وبلاتفورم اللي هو راسي في قطار trains passes and fires are types of انواع من boats ولا plants ولا transport ولا technology وانا طبعا يبقى transport لوسائل النقل a train uses space to move القطار بيستخدم rails ولا rolls ولا rules ولا rules طبعا يبقى هناك كلمة rails اللي هي قطبان السكة الحديد يعني ملوس في اللي هي فاضي ولا بيزي مزدحم او مشغول فاضي او فارغ ولا بيستفل اللي هي هادئ طبعا يبقى هناك كلمة بيزي ستز اللي هي ممكن نسميهاك كلمة كمان دينا از هارينج مهنا تسرع تو سبيز زا بس تو سكول هولد ولا برينج ولا كاتش ولا ريتش طبعا يبقى كلمة كاتش يلتحق بيه ملك اس جود سبيز بلدنج سترونج بادز اتخذنا طبعا مناسب لي او مفيد لي يبقى جود فور على طول which space which space is your flat on اللي هي الشقة يبقى هنا بتكلم على اي دور او طابق platform ولا flower ولا floor ولا flower لا يبقى هنا كلمة floor flower اللي هي ورد او ظهور وبرضو كلمة flower اللي هي الدقيق وبلد فورم اللي هو الرصيف خدنا قاعدة بتقول it is وصفة في الحالة دي هنجيب to زائد المصدر بليغ تكلم مع واحد اسمه ليه بقوله ازاي نوصل يبقى طبعا يصل الى يبقى كلمة get ومعها كلمة to يبقى get to زا اجيبشن ميزيوم السؤال اللي بعده نروح لي صفحة اتنين واربعين بقول زا انتنيم كلمة بقى مهمة بالنسبة لنا كلمة انتنيم اللي هو عكس او مضاد كلمة بقى نحفظها لانه ممكن تتقرر معنا فيه تمارين بعد كده of the word leave is to عكس كلمة leave leave معناها يغادر يبقى عكسها كلمة arrive اللي هي يصل the wordless اللي هي الكلمات peaceful كلمة peaceful and noisy peaceful معناها هادئ ونيويزي معناها مزعج يبقى الاتنين ما بينهم تضاد صح يعني الاتنين عكس بعض يبقى يطرى are opposite ولا equals ولا كلمة synonyms كلمة synonyms ديت معناها مترادف زي بعض يعني ولا prefix طبعا يبقى هنا كلمة are opposite when something isn't good for زي environment لما حاجة ما تكونش مفيدة للبيئة then it is معنا كده ان هي lazy ولا active ولا effective ولا polluting لا يبقى هنا كلمة polluting معناها ملوس للبيئة effective effective معناها مؤثر active نشيط وليزي كسول برضو كلمة تكرر معنا كتير زي anthonym كلمة anthonym معناها مضاد أو عكس of the word nearest 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 معناها الأقرب يبقى العكس بتاعها الأبعد fastest the word engineering كلمة engineering اللي هي الهندسة is space هندسة تطلع proposition حرف جر ولا verb فعل ولا noun اسم ولا adverb حال لا يبقى هي noun يبقى اللي جابة رقم c نروح لي التمارين الخاصة بجزء الجرامر كنا طبعا نقشنا في الوحدة ديت زمن اللي هو المضارع البسيط بكل أشكال نروح بقى لي التمارين بداية من صفحة 46 السؤال اللي هو معرض الفضاء space at 930 tomorrow we are going by metro طبعا احنا خدنا من ضمن استخدامات المنضارع البسيط ان هي بيجي مع الأحداث اللي هتحصل طبقا لجدول زمني أو ترتيب آآ زمني طبقا ل جدول المحدد يبقى هنا space exhibition محتاج مضارع بسيط طب يتعبر على المستقبل آه ما فيهش مشكلة يبقى هنا نحط كلمة start طب ليه مش كلمة start الأولى عشان space exhibition اسم مفرد وقلنا مع هي أو شي أو ات أو المفرد بنجيب الفعل آخره اس أو اي اس اللي بنسميها اس المضارع what time does exhibition space قال له it finishes at ten thirty بيم طبعا خدنا في تكوني السؤال مع كلمة does يبقى لازم أجيب مصدر بدون أي إضافات يبقى نحط كلمة finish ما يهمنيش كلمة tomorrow حتى لو ما جابهاش مش هتفرق يبقى هنا بتكلم على معا أو موعد القطار يبقى هنحط هنا كلمة leaves على طول طب مين شاطر ليه مش كلمة leave الأولى هنسمح حد شاطر بقول لي عشان كلمة train مفرد what time does listen خلاص مفتاح الجملة دي كلمة ايه does مع does يبقى وإحنا مغمضين على طول مصدر بدون أي إضافات يبقى start جاب لكلمة وجاب لمصدر يبقى هنا بتكلم على حاجة مفرد يبقى هنحط كلمة does على طول طب سامح حد بيقول لي طب ما هيك كلمة تاخد صح وتاخد صح بس حد شاطر قال له لأ خلي بقى لك أنا عندي مصدر يبقى طالما في مصدر يبقى هنجيب ما ينفعش أقول ولا ينفع أقول كلمة طب مين بطل يقول إمتى إز وإمتى هاز ها سامع برضو حد شاطر هوات يقول صح إز يبقى هجيب فعلي زاد هاز هجيب بعدها حاجة اسمها الباست بارتسبل تصريف تالت وده هناخده في المضارع التام which metro station space they need to go to آه خلي بالي بقى من حاجة which metro station أي محطة الفعل هنا كلمة إيه كلمة زي يبقى هنقول على طول كلمة do زي لأن which metro station دي كلها تعتبر أداة استفهام الفعل هنا كلمة زي يبقى نحط كلمة do على طول the train space in Luxor at 23 اللي الساعة 11 يعني 15 يبقى هنا هنحط كلمة arrives على طول طالما بتكلم على معاد القطار space does the journey take by bus طبعا هنا بتكلم عن المدة الزمنية يبقى هنا دايما نستخدم how long على طول I space to go to Luxor what time does the bus leave طبعا الفعل هنا كلمة I يبقى هنحط كلمة I want بمعنى يريد يبقى I want to go to Luxor واحد بيسأل واحد بيقول لأنا عايزة روح لقصر يا طرق القطار هيطلع امتى جملة جميلة جدا بعضين هايقول لي ده ناب هي بتاخد doesn't بس ما خادش باله من حاجة مهمة جاب لي هنا كلمة اخرها ايه احنا شرحنا في النفي انه ممكن في النفي استخدم don't او mean doesn't والبديل بتاعهم شطار كلمة never ليه هنا never الصح عشان جاب الفعل اخره اس او اس طب لو شلت الاس خلاص كنت هجيب هنا كلمة doesn't برضو هنا مفتاح الجملة كلمة ايه travel مصدر يبقى يا دو يا مين يا دز هبا مفرد يبقى نحط على طول كلمة دز سؤال التصحيح بقول it is an hour before the exhibition ها start هتبقى تمام start اللي بعدها بيقول how many stops لعدد المحطات زي رار باي مترو اه طبعا داتك وين سؤال ارس فهام يبقى هنجيب فعل مساعد يبقى ونحط كلمة سؤال اللي بعده do a free take people across the desert or across water طبعا يبقى كلمة free هنا مفرد يبقى نحط كلمة does طبعا عشان وجود كلمة take كمان مصدر the train usually take six hours to reach a swan كلمة terrain مفرد يبقى هنقول كلمة takes سؤال اللي بعده what time do the film start ها عندي هنا كلمة فيلم مفرد يبقى نحط كلمة does على طول احمد doesn't comes late من بقى شاطر خلاص حافظ القاعدة عايز نافي بديل لdoesn't والفعل في s هي يبقى never على طول اللي بعدها what does ayman and ashraf want to go ها هنا الفعل ايمن واشرف جم يبقى نحط كلمة do على طول سؤال اللي بعده what be the best place to visit in a swan سؤال جميل هنا كلمة the best place يعني افضل مكان يبقى انا محتاج هنا verb to be بمعنى يكون يبقى what is صح برافو عليك we usually traveling by train to a swan طبعا كلمة we وكلمة usually يبقى نحط كلمة travel على طول نروح بعد كده لي التمارين العامة على الدرس الثالث وي الرابع بداية من صفحة خمسين نروح لي السؤال الاول كالعادة زي ما قلنا اللي هو الضالج المحادسة اتفقنا بقى خلاص ازاي نتعامل مع المحادسة بنقرها كلها كويس وهكذا بنبدأ نشوف كل سؤال لوحد بقول ادهم سادجست معناها يقترع going to the space exhibition بقول shall we go to the space exhibition هيرد علي سؤال قال له we can go tomorrow morning يبقى هنا بتكلم على الوقت where will we meet يا طرح نتقابل فين فهيرد علي قال له i will wait in front of the science museum خلاص يبقى عرفنا المكان سؤال قال له no i don't think عمر will come with us لا عمر مش هيجي معنا why فرد عليه قال له he is ill يعني هو مريض we could visit him after visiting the exhibition خلاص يعرفنا كده التفاصيل بقول له shall we go to the space exhibition خلنا طبعا الرد على صيغة الاقتراح يبقى ممكن نقول yes وممكن نشيل كلمة yes it is a good ونحط كلمة idea ممكن بقى good idea great idea أي حاجة we can go tomorrow morning يبقى هنا بيسأل عن الوقت يبقى هنقول when في كلمة كان في الاجابة يبقى نعمل عملية المقص يبقى كان we can أصلها كلمة u زي كلمة i خلاص يبقى نحاولهم كلمة u يبقى وين كان you وممكن نخليها كلمة we مش هتفرق when can you أو we ونحط كلمة go لأنه بتكلم بقى عنهم الاتنين يسارة ممكن نروح امتى قاله we can go tomorrow morning where will we meet نتقابل فين من خلال الحل اللي عارفنا يبقى هنقول we will meet ونكمل الاجابة موجودة عندي يبقى in front of of the science ونحط كلمة museum اجابة مش بمزاجنا تبقى لكلام الموجود عندنا قال له i will wait in front of the science museum no i don't think عمر will come with us يبقى ممكن نقول will عمر come with us يطرق عمر هيجي معنا قال له no طب ممكن يقول له can we invite عمر يعني ممكن ندي عمر قال له لا مش هيقدر يجي فبقول له why اكيد في سبب عرفنا من خلال الاجابة يبقى هنقول because he is اللي مش هيقر المحادسة كلها على بعضها بعض الاسئلة هتقع منه في النص مش هقدر يجاوبها بشكل صحيح نروح لي سؤال الاختيارات my journey to port سعيد space about four hours طب ان هنا يستغرق يبقى كلمة text على طول what about going to the space space at the science museum tomorrow خدناها على بعضها selection ولا perception ولا exception ولا exhibition لا يبقى هنا كلمة exhibition على طول كلمة selection بمعنى اختيار وكلمة prohibition اللي هي منع او تحريم وكلمة exception اللي هي استثناء جملة اللي بعدها يعني عكس meaning of هايد هايد معنى يخفي الشيء يبقى عكس يخفي يظهر او يبقى كلمة show i like traveling on this train because it is يبقى expensive ولا comfortable ولا slow ولا uncomfortable لا يبقى هنا comfortable ليا مريح after leaving his secondary school بعد ما خلص المدرسة السنوي my brother went to the طبعا دخل aquarium ولا museum ولا university ولا station لا يبقى هنا كلمة university ليا الجمع the space shows how to travel by metro ازاي نسافر بي المترو شو معناها يبقى لنا او يوضح لنا يطرق exhibition ولا map ولا stop ولا space لا يبقى كلمة map اللي هي الخريطة the opposite of عكس interesting is boring ولا exciting ولا pleasant ولا comfortable لا يبقى كلمة boring اللي هي ممل when وجاب لي تكملة سؤال يبقى المفروض الاستفهام فعل مساعد فاعل وفعل هنا is the film starting ولا is the film is starting ولا is the film starts ولا does the film start لا يبقى الإجابة الأخيرة does the film start هنا بيتكلم على معادة الفيلم يبقى هيجيب مضارع بسيط طبعا ليه مش الإجابة اللي هي رقم see the film start طبعا لإنه هنا تكوين سؤال اذا استفهام فعل مساعد يبقى does فاعل يبقى the film واجيب كلمة start ومصدر the library space at 315 هنا برضو المكتبة بتفتح في معاد وتقفل في معاد يبقى هناك كلمة close يبقى هنا برضو مع الطيارة يبقى كلمة landis landis هنا بمعنى تهبط نشوف مدينة كلمة environmental environmental بيئة وز وترافل وطب ويلكتريك السؤال الأول بيقول أو التكملة بيقول the tram is one of the most famous types of transport من أهم أو من أكتر وسائل المواصلات شهرة أو معرفة in alexandria lots of people use it to space around the city خلاص يبقى هنا نحط كلمة travel trams are space so they are better for the يبقى trams بتكون تمام جدا يبقى electric اللي يقهربي so they are better for the يبقى مفيد لي يبقى environment اللي يلبيئة than other types of transport some of the trams in alexandria have two floors دورين يعنى أو طابقين I like sitting at the يبقى يعود فوق أو في الدور التاني أو في القمة يبقى كلمة top على طول سؤال تصحيح my Arabic listen اللي هو حسط العربي start at half past nine next Sunday لا listen هنا مفرد يبقى start الس اللي بعدها bull port سعيد train reach in ten minutes يبقى شطار reaches بمعنى يصل when does this plane arrives in Cairo طبعا مع وجود كلمة does يبقى هنجيب مصدر بدون إضافات يبقى كلمة arrive فقط my father not take the early pass because it is slow يبقى هنا عايز جملة منفية father هنا مفرد يبقى نحط كلمة doesn't يبقى doesn't take سامح حد شاطر تاني بيقول لي ممكن أقول never صح never بس هقول takes سؤال الاميل and your email address is ومديني مازين to southern four at gmail dot com your friends email address is hisham prince at gmail dot com طبعا هنا بيتكلم على your friend who has traveled to Tunisia about new Egyptian cities يبقى نحك له عن المدن المصرية الجديدة ممكن نسكر أسام المدن ديت والحاجات اللي موجودة فيها إزاي بنروحها والناس بتستغل ايه هناك وطبعا كالعادة الإجابة موجودة في آخر الكتاب نروح لتمارين الدرس الخامس والسادس والسابع بداية من صفحة تمانية وخمسين سؤال الأول بيقول all his friends disagreed كلمة disagreed يعني رفضوا يبقى suggestion ولا problem ولا information ولا pool لا يبقى هنا الاقتراح يبقى كلمة suggestion يعني رفضوا اقتراح problem مشكلة information معلومات وكلمة pool طبعا له حمام السباح خدنا الفرق ما بين الأربع كلمات دول طبعا هيتمشى يبقى كيد هيتمشى ويلبس هزا يبقى خارج المكان خارج هنا يبقى كلمة outdoors وoutdoor قلنا الفرق إن كلمة outdoor ديت لازم نجيب بعدها اسم يبقى هنا نحط كلمة outdoors على طول my mother has some beautiful space which she got from her mother when she got married خدتها من أمها لما تزوجت يبقى jewelry ولا kitchens ولا rooms ولا countries طبعا يبقى كلمة jewelry اللي هي المجوهرة the children played space today because it was very hot outside لأن الجو كان حر بالخارج يبقى الجو حر برة يبقى كيد هيلعبوه بالداخل بالداخل يبقى indoors وindoor خلاص فهمنا ما فيش هنا اسم بعد النقط يبقى نحط هنا كلمة indoors على طول هشام was born in 1981 which was in the last سنة 1981 كانت فيه القرن الماضي يبقى كلمة century decision معناها قرار وyear يعني سنة وarea منطقة be careful in that shop خلي بالك it sells space which breaks easily طبعا هناك كلمة break easily معناها بيتكسر بسهولة طبعا اقرب حاجة هنا ممكن تتكسر آآ بسهولة يبقى كلمة buttery اللي هي الاواني الفخرية طبعا كلمة jewelry مفروض بقى ما كانش يجاب لي المعنى ده ولكن طبعا الاقرب يبقى كلمة buttery اللي هي سهلة الكسر we need to space to meet up next week we need to keep ولا arrange ولا كلمة bring ولا كلمة آآ listen يبقى هنا يرتب يبقى كلمة arrange على طول my friend ali space me to his sisters wedding party invited ولا invented ولا deleted ولا replied لا يبقى هنا invited بمعنى دعا قلنا invent يخترع و delete يحزف we reply يرد على you should speak to all people يعني تحدث مع الناس الكبار طبعا نسبيك فعلي يبقى هنحط حال كلهم حالي يبقى هنا على حسب المعنى يبقى نحط الكلمة politely بشكل مؤدب أو بأدب a space is a person who works in a garden شغال في حديقة as a job طبعا يبقى هنا كلمة gardener على طول my final space is to join the faculty of ours الى كلية الاداب يبقى my final invitation ولا invention ولا feeling ولا decision لا يبقى هنا كلمة decision اللي هو قرور نروح لي الجملة رقم 12 بقول what time are we going to meet space tomorrow خالة طبعا دعا تعبير على بعضه يبقى كلمة meet up بمعنى يتقابل thank you space asking me to come to the party طبعا thank you for شكرا لك على which computer game would you like to space passing طبعا يبقى play computer games the decision my brother has space was not easy طبعا خدنا كلمة make a decision ليتخذ قرار او يقرر my mother found the picary space so she bought fresh bread طبعا هنا اشترت يبقى وجدت المكان مفتوح مفتوح هنا يبقى نحط كلمة open نروح لي السؤال اللي بعد كده بقول زا synonym طبعا هنا معناها مراضف of politely is hardly ولا 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 لا يبقى هنا نحط كلمة kindly the word outdoor كلمة outdoor is the opposite of كلمة outdoor يبقى عكسها عكسة out يبقى in يبقى هنا in door على طول طب لو كان قال لي outdoors كنت هقول indoors memorize has the same meaning of كلمة memorize بمعنى يحفظ ليها نفس المعنى يبقى هنا كلمة remember يتذكر the noun north can be an adjective by adding كلمة north عايزة حاولها الى صفة فبنقولها north cern اللي هي الشمالي يبقى بنحط لها e r n to make the negative negative يعني النفي form of politely we add the prefix وانا بريفكس لو مقطع يضاف اول الكلمة politely يبقى عكسها impolitely بنزود i am للكلمة نروح لجزء الجرامر اللي خدنا فيه اساليب الاقتراح بكلمة shall how about او why don't we ونشوف التمارين الموجودة علي في صفحة واحد وستين سؤال الاول بيقول space don't we meet in front of the museum خلاص حفظنا يبقى كلمة y على طول وتباوت يبقى قلنا ing بقى نحط كلمة going she would prefer ناخد بقنا prefer بس هجيب ing انما would prefer يبقى هنجيب to زائد مصدر يبقى السلمة would prefer يبقى to eat it would be nice space see this film it is interesting يبقى it وصفة أو it would be وصفة أو is وصفة يبقى هجيبتو زائد المصدر يبقى to see space don't you come to my house يبقى واي على طول خلاص حفظناه space about the park طبعا يبقى how about or what about what time shall we مع كلمة shall we هجيب مصدر بدون اضافات يبقى كلمة come why don't we space by the bridge why don't we هجيب بعدها مصدر بدون اضافات يبقى نحط كلمة meet على طول what space room like to see at the museum طبعا هنا جاب لي like what to يبقى نحط كلمة would على طول would you like space some juice sure دي الاجابة يبقى would you like to drink why space we play خلاص حفظناه يبقى don't be على طول دي اتسبتة i would prefer يبقى توزائد المصدر يبقى to drink it would space nice يبقى it would وبعدها كلمة be على طول يبقى it would be nice وتباوت يبقى هجيب انجيب نحط كلمة having على طول تصحيح بقول when about the museum طبعا يبقى هنا هنحط what about أو how about يبقى how أو ممكن نحط كلمة what i would prefer to going لا يبقى كلمة go i think it would و is لا يبقى it would be على طول where would you like going خلاص حفظناها to go let's والمصدر من هاد يبقى كلمة have زي prefer prefer بس يبقى هجيب فعلي في ing يبقى هنحط كلمة reading shall we مصدر يبقى نحط كلمة play على طول نروح بعد كده للتمارين العامة على الدرس الخامس وي السادس بداية من صفحة خمسة وي ستين سؤال زي ما انتفقنا بقى خلاص مفروض حفظنا وفهمنا نقرأ المحادسة كلها وبعد كده نبدأ نجاو موجودة في المحطة بتاع القطار asking about the train to اسماعلي what time does the next train to اسماعلي هنحط اجابة what time يرسى على الوقت سؤال هنا بتكلم على مدة يبقى هنجيب هاو لونج كان اي بوك اتيكت بريز احكي تذكرة فبيقول لها اسبيس فبتقول له اه او بي كان اي بوك اتيكت فبيرد عليها كلمة يعني تذكرة زهاب ولا ريترن لازهاب وعودة سؤال سعرها كزا فردت نرجع بقى للسؤال الاول what time does the next train to اسماعلي مش محدد لي وقت معين بس طبعا هنجاوب اجابة كاملة يبقى هنقول او ممكن نبدأ بكلمة ونحط كلمة ونحط مثلا وكلمة طب حد تاني ممكن يقول لي ممكن احط اجابة تانية ممكن اقول ان هنا معناها في خلال مثلا صح ما فيش مشكلة طب سؤال اجابة it takes two hours يبقى اتفقنا هنا هنقول how long عندي فعل مساعد ماش موجود هنجيبه من كلمة text فاقس يبقى نحط كلمة does ونحط it والمصدر يبقى كلمة take يبقى how long does it take طب can i book a ticket please فطبعا هيقول لها yes of course of course او sure او certainly single or return فقالت له single وبتسأله it is 70 باونس يبقى هنا بنسأل عن السعر او التمن يبقى هنقول how much is وده كلمة it طب فتقول له اولا it is 70 باونس فاكيد هتقول له here you are يعني اتفضل فقول له here is your ticket اتفضل للايه التذكرة بتاعتك السؤال بعد كده we could go to a near space for lunch طالما جاب لكلمة lunch يبقى restaurant اللي مش موجودة او كلمة cafe اللي هو المطعم number two شادي بوت سم بوتري space a lovely shop طبعا buy from معناها يشتري من ناخد بنا في كلمة buy for يشتري من اجل لو جاب لبقى الشخص يعني اشتري الشخص كنت اقول كلمة for the metro is one of the most space means of transport كلمة means of transport لوسائل النقل so i often take it يطرق هارمفول كونفوتابول كراودد وال لا يبقى هنا بيتكلم على كونفوتابول مريح هارمفول دار كراودد مزدهم غالي عمر الوقت الوقت راح طبعا مع كلمة suggestion بنجيب الفعل make هنا طبعا يبقى الماضي منها كلمة made خلاص حفظنا يبقى كلمة century للقرن space about going to the museum يبقى what about والبديل بتاعها how about chess is space game لعبة الشطرن يا ترى هنقول عليها indoor ولا outside ولا board ولا careful لا يبقى كلمة indoor game يعني لعبة تتلعب داخل مكان let's space about on the lake مع كلمة let's خلاص حفظنا يجيب مصدر بدون اي اضافات يبقى take space we go to the zoo that would be great يبقى هنا اقتراح shall we thank you space asking me to visit their lake with you طبعا thank you يبقى نحط كلمة four على طول نص الكمبيل مديني get و opens comfortable near by و see بقول i am looking forward to our trip يعني يتطلع الى يريد يعني to the orman garden it is based at 9 a.m يبقى هنا بيفتح يبقى كلمة opens على طول and it takes about an hour two يبقى get there يعني نصل هناك buy car the online review للقراء اللي على الانترنت about the garden is fantastic the garden is very big and there is lots two يبقى نحط كلمة see يعني في حاجات كتير ممكن نشوفها make sure you أو أو that you wear space shoes يبقى هنا كلمة comfortable اللي هي مريح سؤال اللي بعضه why doesn't we meet at the park خلاص يبقى why don't على طول would you like to meet لا يبقى نحط كلمة meet i would prefers to go somewhere outside يبقى i would prefer بس shall we went to the park يبقى مصدر يبقى نحط كلمة go على طول بعد كده سؤال الاميل برضو هنا بيتكلم على برضو هنا هنتكلم عن المعرض دوت معرض ايه موجود فين هنروح امتى هنروح ازاي هنرجع امتى الحاجات اللي ممكن نشوفها في المعرض وزي ما قلنا الاجابة موجودة في اخر الكتاب نروح للتمرين العامة على الوحدة الاولى بداية من صفحة واحد وسبعين سؤال الاول سؤال اللي ضعي لك بقول نابيل is talking to his mother about his first day at school hello نابيل how was your first day at school ازاي كان يومك عامل ايه فرد باجابة but many students were absent يعني كانوا غيبين سؤال because of kovid 19 it is very dangerous سؤال yes i have washed my hands already يعني غسلت ايدي بالفعل what did your teachers advise you to do نصحوك تعملي رد باجابة do you have a mask اللي هي طبعا الكمامة space i have just taken it off نرجع بقى للسؤال الاول how was your first day at school يبقى هنقول it ونحط كلمة was حط كلمة fine كلمة nice اي صفة مفيش مشكلة but many since were absent اكيد اللي جابة هنا because يبقى هنقول why يبقى هنقول why ونحط كلمة were they absent ليه كانوا غيبين يبقى because of kovid 19 it is very dangerous سؤال yes i have washed طالما في كلمة yes يبقى نعمل عملية المقص يبقى هنقول have you washed your hands يعني هل يطر انت غسلت ايديك yes i have washed my hands already what did your teachers advise you to do نصحوك تعملي يبقى هنقول they advised me وممكن نخليها كلمة as يعني يقصد بقى هو و ايه وزميله to يا اما كلمة where او كلمة put on our masks اللي هي الكيمامات ممكن بقى هنا كلمة our or mine فيش مشكلة do you have a mask يبقى هنقول yes i have او yes of course نروح لي السؤال التاني اللي هو القطع بول طبعا زي ما متعودين لازم نقرأ القطع قول لها الاول كويس وبعد كده نبدأ نشوف الاسئلة بول i am sami and i live in اسماعيلية اسماعيلية which is between اللي هي بتكون ما بين بورت سعيد and سوز زي السوز بتمشي او بتصير او بتمر عبر زي سيتي before it reaches زي قبل ما توصل الى البحر اسماعيلية is a part of history يعني تاريخ يعني يجوز من التاريخ in the past people in اسماعيلية saved their city يعني انقذوا بلدهم sacrifice themselves يعني ضحوا بنفسهم كلمة الساكريفاس دي معنا يضحي به for their homes من اجل بيوتهم او منازلهم او وطنهم اسماعيلية is beautiful there are attractive buildings مباني جميلة interesting monuments اصار شيقة او متعة and lots of gardens هضائق كسيرة اسماعيلية is peaceful يعني هادئة but it is not pouring بس بش مملة there are lots of things to do here في حقك تيرة ممكن نعملها especially at the weekend i often go to lake تمساح يعني بروح الى بحارة تمساح which is near the city رأيبة من المدينة with my family مع أسرتي it is a beautiful lake it هنا المقصوبة ايه شطار اللي هي بحارة تمساح with beaches around it ليها شواطئ we can play on the beach ممكن نلعب على الشاطئ we can catch fish ممكن نصطاد there are some interesting museums in اسماعيلية في متاحف كسيرة ممتعة my favorite place is the natural science museum because i am interested in animals in this museum you can enjoy and have a lot of scientific information كلمة scientific information اللي هي معلومات علمية about animals عن الحيوانات and plants نباتات the wizard in اسماعيلية is fine all the year يعني التقسي بيكون fine يعني رائع so you can enjoy your stay سيهنة معناها اقامة here the hotels are clean comfortable and not expensive it is a good place to go to at the weekend نروح بقى للسؤال الاول بيقول explain كلمة مهمة لازم تكون عارفين معناها اشرح او وضح why اسماعيلية is a good place لهي مكان كويس to spend a holiday نقض في الاجازة mention mention يعني اذكر two points يعني عايزين سببين او نقطتين ان الاسماعيلية بتكون مدينة كويسة او مكان كويس عشان نقض في الاجازة في حاجات كتير ممكن نقول اول حاجة النزا wizard is fine ادي اول حاجة ممكن نقول كمان it is peaceful يعني هادئة ممكن نقول بقى there are a lot of gardens الحاجات دي كلها او museums beaches how are the buildings ان اسماعيلية attractive mention two reasons برضو ازاي المباني بتكون attractive عايزين سببين لو رجعنا للقطعة ولو بصينا على كلمة buildings اللي هي المباني اهيت there are attractive buildings interesting monuments and lots and lots of gardens طب لبقى المباني ديت بتكون attractive يعني بتكون مباني جذابة او مسيرة لان ممكن نقول ان هي they have museums يعني بيكون فيها المتاحف خلاص وممكن نقول كمان gardens وممكن كمان نقول كلمة comfortable اللي هي بتكون اماكن مريحة ممكن نقول كلمة nice ممكن نقول full of beautiful gardens do you think you're stay in اسماعيلية will be comfortable هل يطرى اقامتك في الاسماعيلية ممكن تكون comfortable مريحة why او why not يبقى ممكن نقول i think it will be comfortable طبعب ممكن نقول بقى why او why not هنقول why ممكن نخط بقى اكتر من سبب ممكن نقول because because it is a nice city او beautiful city او comfortable او peaceful اي صفة كويسة تبقى صح the main idea الفكرة السية of the passage is يعني الفكرة السية في القطع بتتكلم على بورت سعيد ولا ولا اسماعلي ولا اسماعلي لا يبقى اسماعلي what does underline the word it refer to خدناها هنا اللي هي كلمة it is a beautiful lake طبعا يبقى يقصد بها lake تمسح people in اسماعلي are الناس بيكونوا friendly ولا unhelpful ولا cruel ولا interested يبقى هنا كلمة friendly سؤال اختيارات why don't you space to my house طبعا يبقى هنا كلمة come صغط invitation دعوة what will you do space the week end يبقى نحط كلمة at the week end alexandria is one of the most space cities in egypt i enjoy visiting it يبقى هنا كلمة attractive اللي هي gaza space is a place where you can borrow and read books يبقى كلمة laipari اللي هي المكتبة the place where you can see beautiful fish is يبقى aquarium the space shows how to travel by metro يبقى كلمة map اللي هي الخريطة to cross the canal they used a طبعا ما قال لك كلمة canal يبقى كلمة theory اللي هي المعدية please be space when you carry these bags طبعا يبقى be careful when space يبقى هنا صغط استفهام does the museum close يبقى اللي جابة رقم a على طول استفهام فاعل مساعد فاعل ومصدر we don't know when the next bus space we are waiting for it يبقى مش عارفين هيوصل امتى يبقى نحط هنا كلمة arrives على طول سؤال التصحية بول وين we do the film you are watching خلاص يبقى هنا بيكلم على فيلم مفرد يبقى نحط كلمة does على طول the librarian اللي هو أمين المكتبة is waiting for me to leave the library close after 25 minutes لا يبقى كلمة closes بمعنى تغلق the film hasn't finished it finish at nine o'clock يبقى finishes we are late for the first train so we can take the second train it leave after an hour يبقى leave هتبقى leaves على طول سؤال ال complete مدينة including بمعنى يشمل station اللي هي محطة on وget وboards اللي هي اجزاء will some people think that sydney مدينة في استراليا يعني in australia has the best transport in the world why because trains passes and therese travel to all يبقى تمام هنحط كلمة parts of the city if you want to space to somewhere quickly يبقى هنا كلمة get to يصل الى quickly fast trains leave from central يبقى station اللي هي المحطة الرئيسية او المركزية two many places space the airport port يبقى هنا يشمل او تضمن including يعني بما فيها المطار طب will it shoot the correct word the train arrives ولو arrive in luxor at twenty three point fifteen يبقى هنا هنحط كلمة arrives على طول my father didn't or doesn't take the early bus because it is very slow طبعا مفتاح جملة هنا في كلمة is يبقى doesn't على طول الجو حر برا يبقى هيلعبوا بالداخل يبقى هنحط كلمة indoors السؤال الاخير اللي هو سؤال ال يعني الحاجة اللي انت بتعملها في يوم معامل الاسبوع نختار بقى اي يوم ونحط النشاط اللي احنا بنعمله فيه اليوم دوت انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم وشرح ليه الوحدة التانية من كتاب المعاصر لصف الثالث الاعداد المنهج الجديد عشرين اتنين وعشرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة